أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعت لي دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساك شكراً 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 إذن مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جنحنا ولدنا تحت جنحنا حصة موجهة لكم أنتما يا أولياء باش تساعدكم من خلال نصائحة أخيسائيين باش تربيوا ولدكم بالطريقة السليمة لهم أولدنا ورهم تحت جنحنا اليوم موضوع مهم موضوع ابتراب التوحد لوتيزم بزاف الناس يسمعوا لوتيزم وكامل احنا اليوم جبنا أخيسائيين باش نعرفوا وش هو الابتراب هذا وكذلك من خلال وجود أخيسائيين معنا اليوم رايحين نعطوا بعض النصائح لأولياء اللي ولدهم عنهم هذا الابتراب هذا يرفقني اليوم السيدة مجاجي زهية أخيسائية نفسية تربوية تفضلي مدام تفضلي مرحبا بك شرفتنا مرحبا بك مدام مرحبا بك تفضلي 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 كذلك معنا اليوم رئيسة الجمعية الوطنية لإتراب التوحد السيدة والي ليلى تفضلي مدام تفضلي مرحبا بك مدام صباح وفير وش راكي لباس السلام عليكم الحمد لله نحن مجيناش بيدينا ثم نشوف نعم جبنا لك هادية رمزية من إنجاز أطفال قسم التوحد مدرسة يوغورطة الجزائر الوسطى الله يبارك الله يبارك الجمعية الوطنية تراب التوحد ابتدائي ابتدائية يوغورطة تنين القسم الخاص بالتوحد بلدية الجزائر الوسطى نعم جميل 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 جدا جميل الله يخليك مدام تفضلي تفضلي شكرا شكرا نحن رايحين نخلوه هنا بشيقوا عديبان هاكذا بشيقوا عديبان وشوفوه معنا اليوم كذلك السيدة جلالي علجية مربية وأستاذة منذ 17 سنة مرحبا بك مرحبا بك تفضلي 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 أستاذة تفضلي تفضلي معنا كذلك تجربة حية أم سحبي كريمة تفضلي مدام تفضلي تفضلي مدام شرفتينها شرفتينها تفضلي تفضلي في كل مرة نستاذي فوت طفل ولا طفلة باش يدين الواجبات المدرسية نتاعه في هذا المكتب الجميل اللي هيئناه له اليوم معنا نهال تعالي بنتي تعالي تعالي نهال وش راكي نهال نهال هكي مليحة مليحة بزاف لي شوية بزاف لزاف الله يبعلك بزاف هلك خطر راكي فرحانة لراكي فهد الحصة عجبك حال نعم جميل 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 إذن بنتي شحال في عمرك ثمان سنين ثمان سنين وشم سنة الدرسية ثالثة يبتدائي ثالثة يبتدائي شاطر أنت هيفتير نسا نعم شحاجبت المعدل قوية نظام تدني اللحب اللي يقراون إنه حكي الله يبارك في الواجبات المدرسية انت منظمة وقتك أو لحظية تقول لك لن تقرأي لا نظمة وقتي بوحظة وقتي شطرة وعندك وقت اللي اللاعبو كامل نعم عندك الله يبارك قوين هم نظموا وقتكم نعم قرأوا ولا برافو برافو بنتي إذن روح يديني الواجبات المدرسية في هذا المكتب اللي وجدناه لك وانتما يا أطفال هذا هو الوقت يتروحوا يديروا فيه الواجبات المدرسية تعكم إذن حسدكم ولدنا تحت جناحنا اليوم في موضوع خاص هذا الموضوع هذا بمناسبة اليوم العالمي للتراب التوحد حبينا اليوم نفهموا وكيفية الناس تشوفوا وكيفية الإدماج تحت الأطفال وكيفية الحالة تحتهم من خلال مقتصين اللي رمعنا اليوم هنا حبينا ونستمعوا باللي الأطفال هادو لازموا أقسام خاصة يقرؤوا مع الناس يقدروا يقرؤوا في مدارس عامة لازموا مدارس خاصة أقسام خاصة ماذا بينا اليوم نوضحوا هاد الأمور كلها باش نوقفوا احنا هي وقفة تضامن على كل حال مع الشريحة لأنه ولادنا كامل نحبوهم ولادنا كامل ماذا بينا يكونوا مرتاحين إذن قبل ما نبدأ في بداية الحصة هذه ماذا بينا نبدأ بك سيدة مجاجي زهية مختصة نفسية تربوية ماذا بينا بزاف ناس تتسأل وش هو التوحد نقوله اضطراب التوحد ماذا بينا نعرفه وش هو التوحد للناس وش هو الحالات وش هو الكاركترستيك كيفاش نعرفه بلها الطفل عنده مرض توحد ولا اضطراب التوحد كما قلتوا ماذا بينا نوضحه هذا النقطة للناس بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكركم على هذه الحصة لفعلا تلم بمواضيع تهم ولادنا اللي هم تحت جناحنا الله يخليك مرحبك مرحبك بالنسبة لتوحد فهو يصنف ضمن الاضطرابات النمائية فهو اضطراب نمائي شامل يصيب الأطفال دون الثالثة من العمر يصيب الأولاد أكثر من البنت نصيبه أربعة على واحد يعني أربعة أولاد باش جينا ينفي بنت كذلك نمائي لأنه يمس الفترة الزمنية وأن يكون فيه الطفل ينمو بمختلف في مختلف النواحي يعني من الناحية النفسية الناحية الانفعالية الناحية الوجدانية اللغوية النفسية الحركية في هذه الفترة احنا نعرف كم الأطفال يعني في الشهر الأول من الميلاد يكون رضيع عبارة عن طفل عبارة عن رضيع غير متواجد معنا يعني يأكل ويشرب وينام ما يخزرش فينا ما يلاغيش ما يستجيبش للمنبهات الخارجية يضحك وحده دفوائته نقولوا باللي هذا الطفل راهو في توحد طبيعي من بعد خلال الشهر الثاني يبدأ هناك تطور يبدأ يخزر فينا الطفل يبدأ يضحك معنا يستجيب للمنبهات الخارجية يشد الأشياء يشير إلى الأشياء تدريجيا يبدأ المناغات يدلوا الصوت يستجيب يستجيب لي يستجيب لي الضحكة البشرية مم هو يولي يضحك نحسوه باللي راهو حاضر معنا بالعقل بالعقل طول اللي عنده النمو نفسي الحركي راح يتقلب راح يقعد راح يوقف راح يمشي ثم بعد راح يكون الكلمات حرفين ثم بعد الجمل إلى آخره دونكره فيه تطور يعني عنده قفزة تطورية يعني من جميع النواح هذا المشكل عند الطفل التوحدي يكون في هذه الفترة يعني يكون اضطراب في هذا النمو اضطراب في هذا النمو من كل النواحي يعني من ناحية اللغوية النفسية الحركية الاجتماعية الانفعالية إلى غير ذلك دونك دونك تما اللي نعرفه باللي نحسه يعني كين بعد كين كين أولياء اللي يحسوا يحسوا باللي الطفل تحهم مرهوش كما ما وش عادي موش عادي دونك سوختوا لمامان اللي يرباوا ديجا شافوا شافوا الطفل العادي وكين اللي بالطبع يقول لك عن تجاهل ولا عن تجاهل ولا يعني بين اللي ما يتقبلش يقول لك نا ولدي راهو ثقيل كما خالوا ولا كان الحالات وين طولت بشتشخصة بيونسور يعني في التشخيص يعني التشخيص هو موش الامر الهين بشخيص توحد لخطش توحد راهو يشبه امراض امراض اطرابات اطرابات شخص توحد طبيب ولا الاخصائي هو التشخيص يعود الكلمة الاخيرة تعود الاخصائي يعني الطبيب الاخصائي في طب الاطفال طب العقلي للاطفال دونك لبيدو بسيكياتر دكو 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 وشنو يقدر لبيدو يبدال يبدال ملاحظة يبدال يفاسي دي تيست يعني يدير الخطوات الاولى ومباد التشخيص يكون مع لبيدو بسيكياتر وهدو لبيدو بسيكياتر هدو متواجدين عبر الوطن كاين بزاف يعني اهدو مشكل بالك انا دايما يعني في في وقت ماضى كان كان عددهم قليل يعني ما كانش كانت من بالا فورماسيون الهناية تندر ولكن في الوقت الحالي كاين تواجه كاين تكوين هنا وكامل كاين تكوين في المستشفى التكوين يعني يعني اه ودخل الوطن كاين شوية بالك معليش هي يعني الاولياء يقدروا يتنقلوا ولكن ما لازمش يتنقلوا مسافات طويلة هذه مثلا واحد يكون في الجنوب منحن يكون اثنين ولا ثلاثة في ناحية هذه يكون هدو المشكلة يعني اوكي نقوله في في الوسط كاين متوفرة بصح في في دخل الوطن شوية غالا غالا في قلب الجزائر يعني فيها فيه نقش شوية يعني كاين دي بارون يرحلوا يلحقوا حتى يرحلوا للوسط باش يكون عندهم متابعة متابعة وتكفل لأطفالهم يعني كاين نقص من هذا مدبيا بعدنا اعود نرجع لك استاذا باش نتكلموا على التكفل كيفاش يكون وكامل شكرا 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 مدبيا قبل ما ما نوصل لك سيدة للأول يا رئيسة الجمعية الوطنية اللي اترى بالتوحد مدبيا نتكلم معك استاذا عالجية جيلالي مربية ومدرسة منذ 17 سنة حبيت لو كان نتكلموا على المنظومات التربوية يعني وش هو المكان تحد الطفل هذا يا هل ترى الطفل هذا كيه الحق المدرسة يسجلوه وهل صادفتكم يعني في المسيرة نتعقب يعني حالة من هذه الحالات قبل ما نوصلك سيدة ليلة بسم الله عبد الرحيم شكرا الاستضافة اخي يزيد كما قالت الاخصائية النفسينية هما عندهم حالة اضطراب يعني كنقولوا اضطراب يعني ما نشوفش أنا باللي اولا اي واحد يشوف باللي هذا الطفل هذا اللي عنده اضطراب في النمو يكون مع في القسمة مع التلاميذها عاديين احنا ما صادفتناش حتى لهذه السنة شفنا وحدة احنا مكناش عارفين كي تدخل عدنا طفل صغيرة والديها كانوا عارفين الله اعلم جلبي اي ما قالوا لناش ولا كانوا عارفين ما قالوا لناش داكير دي اعانا كي يسجلوها هاي سجلوها عادي في التحضيري دخلت كان تكير مطوحش مع التلاميذ في الساحة جي حدنا عدنا عد الاساتيته توقف معنا توقف معنا رانا احنا نعسوا في ذرالي قبل الدخله وكامل هي جي توقف معنا احنا ما توفلت فلاصلة اخلاف التحضيري عامك ذرالي ما شاء الله باره اوقع يجب دوق نخلوها معنا وبعد كاكينة تدخلوا في الناشيد الوطني تدير وغنيها ما تسمعش ورماكيناها وبعد شفناها كيكون في الناشيد الوطني بعد وستنتحها على ما أظن انتصلت بالوهم وبعد غابت الفترة يعني فترة طويلة غابت ما جاش المدرسة وبعدها وحتا وتشتهوت لها يعني أنا سقسيت علي هذه الطفلة كيفاش كنتك عندها بزماجات شو دكا عادت ولات ممكن الأولياء انتحها ملقوش كيفاش الإجراءات اللي لازم يديروهم باش يديروها في أقسام خاصة ولا بد نوصلها يعني هذه الفترة هذه يعني من دمجت معها التلاميذة العاديين يعني أنا في رأيي لازم لهم الأقسام خاصة هي مازالها عود رجعت رأي عنك عود رجعت جي طرح تحضير يعني تحضيري ما هوش إلزامي ولكن بدوع لها يعني الإطرابات نحن في المدرسة رأنا ننهضع لها يعني رأنا شخصنا حالة مش عادية كما ترحش مع التلاميذ تجي توقف معنا داكو داكو شكرا 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 أستاذة عالجية جلالي على هذه المعلومات القيمة هذه ما دا بيا نوصل عندك سيدة والي ليلة رئيسة الجبعية الوطنية للتراب التوحد سمعنا سمعنا من ضيوف تعنا ما دا بيا نوصل عندك أنا شخصيا يهمني باش نعرف كيفاش هذا الطفل هذا المصير نتعو يعني كيفاش يقدر يقرأ كيفاش وش لازم له ويهل تارا كين إرادة إرادة سياسية يعني من الوزارات الوصية وكامل لتمدرس هذا الطفل واللي إدماجه يعني اليوم نحضره شوية على الانتغرات شو أنت عاد الأطفال حتى تفضلي أستاذك إذي تفضلك شكرا جزيلا بادئا ببدء نحب أن نشكرك جزيل الشكر على هذه الحصة القيمة لحنا بفضل آنس اللي هو طفل توحودي ما تفوتنا حتى حلقة يعني لما تفوتنا في التلفاز نستدركوها في اليوتيوب شكرا يعني أنس انتركي معنا اليوم كرئيس جمعية وطنية وكأم كذلك عفت وي عندي قبعتين اليوم قبعة رئيسة الجمعية ولكن دائما القبعة الأبدية هي أنني أم لطفل توحودي بتواجد معنا هنايا اليوم لأنه من العشاق عمو يزيد ويحفظ لك كل أنا نشوفه دائما في الحفلات التوعي وكامل ودائما نفرحك نشوفه حتى أني صورته لك وقلت لك راهو آنس يمارس أحلى هواية عنده وهي مشاهدة كل حلقات تعم ويزيد وحافظ يعني عن ظهر قلب حافظ كل لسمه جميل 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 جدا ثم نعود إلى لب الموضوع لهذا الحصائل وهو اضطراب التوحد كيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء الأطفال في الحقيقة احنا هنا في حصة نتكلم مع الأطفال لكن يوجد حتى بالغين توحوديين أنا هذي اللي صعب صعب نعم الطفل التوحودي مش كما المصاب بتريزوميا 21 يكبر ويشيخ ويعود عندنا ويتوحد معنا في الجمعية عندهم 55 سنة يعني وراهم في الكاين اللي حتى رهم 30 سنة رهم ما زالوا موجودين في ليسان تختاع وزارة التضامن الوطني ما كاش تكفل حقيقي يعني الوحد يعني يقول الحقائق مثل ما هي بالنسبة للبالغين ما عادش عندهم واش يقدموا لهم كتكفل منذ يعني عندنا مثلا عندنا أمين وكذلك ويسام كذلك هادو ما رهم عندهم كل واحد فيهم عنده 30 سنة متكفل بهم منذ الصغر في مراكز وزارة التضامن الوطني في ممكن في السنوات الأولى من التكفل كان كان هناك نوع من التكفل لكن لما كبروا عادوا حتى المختصين ما عادوش عندهم واش يعطوهم يعني ما يخلموش هادو لدرك؟ جستما يعني احنا لازم لنا حصة مش حصة وحدة بش نتكلمو على التكفل بطفل توحودي بما أنها حصة تاع أطفال يعني نركز اليوم على فئة الأطفال من ذوي التوحد التوحودي يمكن أن يدمج في الوسط العادي كله نحسب قدراته يعني كين أطفال حتى هم مش كيف كيف ها متفوتين هي توحدات سيازيد هي توحدات التوحد بحد نفسه عبارة عن أنواع كثيرة من التوحد ومستحيل تلقى توحودي يشبه التوحد الآخر حتى في النماطية الاستيغيو تي بي مختلفين كل واحد واش عنده نماطية كل واحد واش عنده قدرات مؤهلات وكل كين اللي عندهم مؤهلات مثلا قرينا على شخص توحودي أظن قرأ 1200 كتاب في فترات جد وجيزة لكنه لا زال لا يعرف أن يلبس لبس تاعه العادي لا يعرفش يقفل الزر يعني المؤهل تاعه في مضمار ما في إطار ما لكن عنده نقائص في ميادين أو مجالات أخرى بالنسبة للأطفال الذين يتم دمجهم احنا رأي المختصة موجودة هنا معنا احنا نقوم بعملية التقييم الأقسام اللي رأنا فتحينها فتحتها الجمعية الوطنية على مستوى مدارس الابتدائية وزارة التربية الوطنية يعني احنا هذه التجربة حبيناها لأنه كين تجربات وزارة التضامن اللي فيها الأقسام المدمجة أو الأقسام المكيفة فيها بعض من كل الاضطرابات فيها تريزوميا 21 فيها توحد فيها تأخر عقلي تأخر فيها ممليشك سكولير احنا لما جينا يعني بما أننا انطلقنا من تجربتنا الشخصية كأولية قلنا احنا نديروا مع أقسام فيها إلا توحد ونديروا معهم ما نعبل دولا بخيزة انشارش انتنسيف على الأقل نقدروا سكون بسوفي يعني هذي وش قلنا احنا انوا سوفي سكون بسوفي الأطفال للقدرات التحهم والمؤهلات التحهم أهلتهم حتى يدمجوا في الوسط العادي مرحبا إن شاء الله نقعدوا عام عامين ثلاث سنين ونحن ندربوا فيهم معلش اللي القدرات التاعه ما لحقنا لهاش على الأقل نوجدو لها بادل ألا وهي التكوين المهاني باش على الأقل كيوالو ديزاجون يوالو راشيدين ميسر انوغم با لسوخ كاليزاجونت اوتيست انوانو في السنتر تاع وزارة التعضامن جميل جميل أستاذا تكلمت لي على الأقسام الخاصة لما تبيع أن نصل لهذه الأقسام الخاصة نعم هذه الأقسام الخاصة تابع لوزارة التربية؟ لا تابع للجمعية الوطنية احنا سميناها أقسام نموذجية لدمج الطفل التوحدي في الوسط العادي حتى القرار الذي منحتنا إياه وزارة التربية الوطنية مكتوب عليه قسم نموذجي لدمج الطفل التوحدي في الوسط العادي هي موجودة حتى على مستوى ولايات الوطن لأننا عندنا كجمعية وطنية لدينا مكاتب وطنية موجودة في تبسة موجودة في بجاية موجودة في وهرن موجودة في المناطق الوطن لكننا على مستوى ولاية الجزائر مثلا نحن رأنا فتحنا تلت أقسام على حسب القدرات التعنا كجمعية يعني الجزائر قاك ما درت فيها تلت أقسام فقط لا لا في الجزائر هنا في الوسط يعني في قتلك موجودة في داخل الوطن نحن نتكلم على ولاية الجزائر نعم تلت أقسام راهي إحنا رأنا نعتبر رواد في هذا الشيء رواد في هذا الشيء ميش حاجة سهلة أستاذة حبيت نعرف العطفال المصابين بهذا الاتراب التوحد إيش حال في العالم قتلك يراني يقول لك لا نورم انترناسيونال تقول كل 150 ولادة كين طفل وتوحدي يولد نعم وكما قالت الأستاذة كين التندانس راهي بوغشاك شك 4 غرصان كين اون فيه أوتيست يعني ولا دونك ما لازمش يكون إنسان يعني مختص في الحساب باش يحسب شوف شحال كين ناسا ما في الجزائر تعرف شحال كين في الولايات المتحدة الأمريكية كل 68 بوغشاك 68 نيسانس كينة نوتيست كينة على الرغم من أنه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يقص التشخيص والتكافلة هي نمبر وان يعني بابات لوتيزم كوا سوسيدي عندهم أكتر عدد من التوحديين عندهم يعني كل عندهم كل الأنواع السيفاغ الموايا الليجي الأسبيرغر عندهم كل الأنواع وعلى فكرة التوحد راهو أنواع كثيرة من بينها الشديد جدا لي متأم بوسيب يعني مستحيل تحطه في الوسط العادي شديد جدا لازم له مركز مختص عناية مختصة لازم له يعني فارق من تربويين متعدد الإختصاصات اللي تقدر يعني اللي تقدر تدمجه وتقدر تعمل معاها عمل اللي اسمه هو التوحدي الباص اللي المتوسط عفوا ولا اللي عنده سيمات التوحد يعني يكون في الطافيف هذوك الدرارين يقدرون ندمجوهم حنا كنديروا لهم التقييم المختصة النفسانية هي اللي تكتب اسك هذا الطفل يقدر يكون في الوسط العادي يعني في القسم ونعملوا معاها عمل يعني عمل جبار رام يقوموا به المربيات اللي عفوا الاساتيدة اللي عندنا يقوموا به عمل جبار والتكوين الجمعية هي اللي تتكفل بالتكوين التحهم والخلاص وكل حاجة يعني كل شيء هذه اللي حيارتني يعني كي قلت لي بالجمعيات اللي تكلف بالخلاص كنا درنا تاني حصة خاصة بتريزو 121 تاني قالوا لبلي هم تاني استكلفوا يا أنا حبيت نفهم يا هل ترى هي حقيقة بلك بالمرات تدابير الإدارية تاخد وقت تاخد وقت وكامل والجمعيات لازمها تبدأ وكامل ومن بعد يكون تواصل يعني مع هذ السلطات وكامل هل هناك إرادة إرادة سياسية وإرادة إدارية وكامل باش تكون هذ الأقسام هذه تأصولكو بديراكت داع وزارة التضامن ولا وزارة التربية الوطنية وين هذ الأطفال هذو يعني اللي ولدوا عنده توحد ولا عنده تريزو 121 ولا ميبقاش يتخبط في صراعات هكذا حير حيرون يدي ولدون ما يديهش ولدوا هذا بما أنه حق التعلم مضمون يعني شين فرغم دستوريا مضمون دستوريا دستور صريح واضح وإجباري يقول لك ويدك لازم يقرأ حتى 13 سنة يعني هذا هي النقطة اللي شوية حيرتني ولكن حبيت نفهم هل هناك إرادة أنتو ما رأكم في علاقة مع مع السلطات وكامل هل رأكم تلاحظوا بلكين إرادة باش تكون هذ الأقسام هي حقيقتها لازم هما فيزا في لازم الجمعيات تكون قوية لازم الناس اللي تعمل لازمها لازم هي كما قلنا في الحيساس الماضية المجتمع المدني يعني الجمعيات عنده دور كبير دور كبير باش يوصل للرسالة لأنه أنا نظن باللي رسالة لما توصل كاملة وتوصل للطلبات يعني في إطار منظم وكامل نظن باللي السلطة الإدارية ولا راح تتجاوب يعني هذا وش حبيت نفهم شوف سيا زيد في الحقيقة احنا رأنا كجمعية وطنية رأنا أعضاء في عدة لجنة متعددة القطاعات معناها رأنا نتعامل مع الإدارة مع أصحاب القرار يعني ديغاكتومة مباشرة مباشرة أنا رأني عضو ممثلة للجمعية الوطنية رأني عضو في اللجنة المتعددة للقطاعات اللي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الانشغال التاع هذا الأطفال والانشغال التاع المعلم البيداغوغ يعني تخيل الأقسام الخاصة اللي حتى اللي فتحتها الجمعية اللي يدرس الرياضيات والعربية للطفل هو مختصة نفسانية ولا مختصة أرتفونية هل يعقل هذا؟ يعني تخيل أنت كونبيان ديليف كاين في الجزائر لقاولهم حل 800 ألف ولا لست أدري أنا شحال كاين لقاولهم ما لاش بعد حل وعندهم معلم وعندهم معلم لغة فرنسية وعربية ورياضية إلا كم شاتع أطفال ذوي توحد ولا ذوي إعاقة ما عندهمش الحق في الأستاذ المدرس اللي يتابع الوزارة التربية الوطنية هذا الانشغال قلتوا يعني حتى عندي دي فيديو ليرهم فلاباش تعنا فيسبوك كيفاش يعني تكلمنا شوف إرادة السياسية صدقني الإرادة السياسية موجودة راني عضو كذلك في اللجنة الوطنية للتوحد بإشراف وزارة الصحة والملف تعل التوحد راه ملف راه السيد عبد العزيز بوتفليقارة إيس الجمهور يعني هي الإرادة السياسية موجودة لكن لانتو غاد من استخاتف راهي ما يشفي صالح الأطفال دينا لأنني أنا حتى نستنى باش تكون كين تعليمة ومرسوم مستو أدري أنا ولدي يكبر كما برنامج تحت السرطان كين برنامج تحت التوحدة نعم كذلك هناك ورحنا عضو عضو ناشط في هذه اللجنة كين يعني إرادة لكن ما زال يعني جسكو جور ديو جوي ما زال الوتيز بنا با يتي بخي ان شارش كنفنابل ما يعني بكل صراحة واللوتيز ماوش قضية وزارة واحدة أي قضية متعددة القطاعات على الأقل ثلاثة على الأقل يعني كل الوزارات وزارة التربية وزارة التضامن وزارة الصحة وزارة تكوين المهالي التعليم العالي بالنسبة للبحث راي لا ما كانش كين بوحوث راي كل الأشياء هذه رح تنداثر وكي تكلمت على جمعية الأولياء في العالم بإسره جمعيات أولياء التلاميذ ولا الأطفال المصابينية هي اللي زعزعت الأمور يعني هذه هي اللي لازم لازم هادو الجمعيات هادو مال المجتمع المدني لازم يكون عندو دور فعال لكن لازم تكون كين إعانا من الدولة ما تقول ليش أنه جمعية ما عندها أكو ناد أكو سبفنسيون أكو يعني وأنا مسؤولة على وش نقول تقدر هي تجمع الأموال من عند الأولياء يعني اللي بارون كوتيزان تخو لأن الحقنا وقت وين كنا رايحين نغلقوا الأقسام في بداية ما فتحنا الأقسام تحصلنا على كاتر كونترا بيدي سكو نابل يعني تحصلنا على أربعة واحدة فيهم السنة الأولى تخلت على المنصب قلنا لهم بدلون نقلك ممنوع أنا ما عنديش ممنوع قدام الطفل ماريض أنا ما عنديش ممنوع قدام الطفل يقعد في البيت قعدونا ثلاثة صدقني قعدونا ثلاثة وحنا عندنا ثلاث أقسام ما تقدرش تدير في قسم تدير مختص واحد يلا لهم ثلاث مختصين عندنا ثماني أطفال على الأقل يكونوا عندنا ثلاثة قلصنا يا سيدي قلصنا إلا بلدية الجزائر الوسطى ليعاونتنا بمربية عندهم مربية كان أشغال في الروضة بما أننا نحن رانا ماضيين معاهم اتفاقية لفتح روضة نموذجية رانا نستنعوا فيها منذ السنة الماضية مضينا اتفاقية لفتح روضة نموذجية للتكفل بالأطفال يعني بالطفولة الصغرى ابتداءا من التشخيص حتى لو كان يكون التشخيص من سنة احنا نتكفلوا بهم كجمعية احنا يعني مضينا معهم اتفاقية هم اعطونا الاسباس وحنا كنا راح نتكفلوا مع وزارة التظام الوطني لكن هذا المشروع لم يرى النور إلى يومنا هذا جميل جميل سي يزيد نقطة مهمة جدا لو كان يكون تكفل مبكر بالطفولة الصغرى هذا هو ما يكونوش كاينين اقسم اخصا يا سيدي ما يكونش اقسم اخصا يعني يكونوا في اقسم اخلاص نعودو كيمال لبييا سانسي تي اوكا لبييا لبييا كي سرسبكت وين لوتيست يلو با ديركتمن دونزيونيك ما كاش اوطوريزة الصندق سي يجب تروح الوزار التربية أو يجب المديرية التربية نحن اللي فتح قسم تستنينا شهور وشهور باش نتحصلوا على ترخيص وتخيل قسم فقط نحن اللي قمنا بكل شي حتى الطاولات نحن اللي شريناهم حتى الصبورة عفوا إلا الصبورة اللي موجودة يعني كل شيء نحن اللي شرينا صعب 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 حقيقة أنا كنا نسمع هكذا نتأسف نتأسف لأننا بالنسبة لي حق التعلم هو حق دستوري حق الأطفال لكن تبقى التدابير وكامل على كل حال احنا من هذا المنبر هذا احنا مانش هنا باش اللي محتوى حد بالعكس احنا رأنا هنا باش نحسوا الناس لا كاينا يعني الصحة صراحة أنا يابوكو تشوز كي بانونيغ بفضل يعني المجهودة تعنا اللي احنا منذ ثلاث سنوات هذا هو هذا هو ولو شوف أنا نتكلم على الجمعية تعنا ما فوتنا على هاد الأطفال ولا اجتماع والله ما ريضة يعني لما ينادوني السلطات ننود ونقول لازم نوصل صوت التوحد إلى من يعنيه ولكن بعد كين شوفي الثمار بلكين إرادة بإذن الله كين أمور جميلة رح تجي في الأيام القادمة إن شاء الله هذا هو الهدف انتعنا دعم لكن جزكو جغدو جغدو جوي ما زال ما شفناش هذا الثمار هذا ما زال ما شفناش راه مجهود تعال أولياء فقط حتى لا تغلق هذه الأقسم لأننا قمنا بغلق قسم لأننا ما قدرناش نخلصوا ما قدرناش ما قدرناش أخص دو بسيكولوج يون أكتفونيستين بسيكولوج سانو كوتبوكو ما عندناش على الأقل كي عندنا هدك لنف ميل دينار إحنا نزيدو لهم إلا شوية زيادة باش نعطو لهم إن باي أم بي دي سنت بسكو سيدة بسيكولوج يعني عندهم مجهود جبارة ميقوموا بهم تبعا دقيقة يعني كيفاش نتجيب واحد عندو مختص قراءة باش يعمل لما تجيبو تعطيلو تلتاش ولا أبعتاش نطفل ذو إعاقة وتعطيه باش بغلو ميرسي تعطيه تسعالاف دينار بضبط يعني إحنا لما كان عندنا هدو لي كنتخا زدنا لهم إحنا شوية تحكي ما كاشلي كنتخا معناها كامل الراتب إحنا لنخلصه صعب 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 وهذا يعني فوق طاقتنا فوق مجهودنا صعب صعب شكرا 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 أستاذ ليلى رئيسة الجمعية الوطنية لتراب توحد حنا من هذا المنبر هذا إحنا ما دابنا أنه الإرادة سياسية ولا الإدارية ولا لازمها تكون دائما 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 لفائدة الطفل الجزائري دائما للطفل لأنه كما ذكرنا من قبل حق التعلم هو حق مضمون يعني الطفل الجزائري لازم يقرأ إذا أقسام خاصة ولا التدابير هذه إن شاء الله بربيت تأخذ بي عن الاعتبار مدابية نوصل لك سيدة صحبي كريمة إحنا راننا نهضروا نتكلموا الأقسام الخاصة نتكلموا على شخصنا هذا الاتراب وكامل حبينا نسمع منك هي على كل حال سيدة والي كذلك أم لطفل عنده اتراب توحد ولكن حبينا نسمع منك أنت كأم وش هي التجربة تاعك في الإدماج تاع الطفل تاعك بداينا من نهار اللي عرفتي بلي عنده التواحد كيفاش كانت رد الفعل تاعك ومبعد كيفاش لابريزان شاج يعني كيفاش تكفلتي بالطفل هذا وكيفاش البروسيسيوس تاع التامة دروس هذا كيفاش كان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مشكور على الاستضافة مرحبا بك أنا أم لطفلة عندها تواحد تم التشخيص تحا مبكر جدا البيدياتر تحا فاقلها كان عندها نف موات نف موات نف موات كان يدير فورماسيان في فرنس على الوتيزم ومبعد قال لي بالك بنتك على الاوتيست قال لي على دي تخي اوتيستيك كي قال لي هكذا كي قال لي هكذا ما فهمتش جي 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 قم PRI الوتيش تعرفين ما فهمتش نهاية بعد بديت نحوز سور انترنت فهمتو شنوها الوتيزم رحت عند ديركتما عند حان ديركتما عند ام بسيكياتر مرحت عند پيدو بالتشان بسيكياتر بدات القاتلي يبدو لهم كان ليصيح العواج من سنة وقتها لمساعدة حتى في 3 سنوات كانت تركيبني حيث عشار جميع سنة وقتها لم يعد ثلاث سنة.. ماذا بذلك؟ هذا هو الشيء بالطبع لماذا سنبتها لماذا تركيبني؟ لماذا تركيبني؟ فنحن كأخي صايا نحب التكفل جدا كتبقا جدا التسنين يكون عمر تشخيص يعني ما كانش عندنا حق باش نقوله بلي هذا الطفل التوحودي دونك حتى لاش دي تخوزان لابسا يا نف مو فا قولها بلي عن توحيد دونك نف مو سيتي دي تخي اوتيستيك اللي راهي باتتر ستوين اوتيست دكتور ومبعد التشخيص النهائي حتى تتنين يكون فيما ما ضعا فيما ما ضعا دوكا والاو يديرو يعني يبوز لدياغنوستيك جست بيان عفان ومبعد التكافل يبدأ قبل ثلاث سنوات يعني التكافل يكون مبكر شكرا سيدة كريمة كي قالك حتى على ثلاث سنين تي واشدرتي انا واشدرت انا مخليتاش حتى ثلاث سنين انا كا ام جوولي لاصوفي باسك شفت سور انترنت كاي ان حالات المصابين بالتوحد تحسنوا وتطوروا وقرأوا انا قلت لك ان نبدأها من قبل بلك تسلكلي وانا ما كنتش مديرا في بالي بليك تقعد عندها توحد انا كنت نقولي روح التوحد ها 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 ديجا ما تهدرش لحد يومنا هذا يعني لحد اليوم في عمرها ثم سنوات وما زل ما تهدرش حتى كلمة حتى كلمة بدت تنطق اصوات يعني اصوات لا لا بدت تنطق حروف حروف بدت تعرف تنطق الحروف يعني جوستو ما هذا النطق وهذا يعني هذا التحسن اللي راهي فيه ايه وحدنا كأولياء صعب حتى بشي عليك أنا أنا نعرف لدي راكتريسان بيخسن كان تصريحة معايا وبعد أنا اللي خرجتها بإيراتي قاتلي أنا لو كان على بنتك نحطها فقراسي قاتلي بالصح الإدوكاتريس ما تقدر لهاش أفك بلزير زنفان وحدها أنا من رأيي الطفل هدا يعني ولا طفلة ولا كيد ديروا في مدرسة أمومية رايح هذيك مسكول المعلم وش راح يدير يعني عنده ثلاثين ولا طفل ولم يقدرش يستكلف بها كما يقولون بلاك قادر تعزم الوضع هي ديجا لازم يكون مختص بضبط لازم يكون أمه واحد مختص في القسم يعرف للتوحد نقدره ندمجوها بهذه الطريقة سيخدوك يكون موبكر بعدك أنا معليش أنا بديت نحوس على ليسوليوسيون لقيت ديزون ينكول ولا انسانتر بريفين لم لزنفان أوتيست بعد ثمان شهور تقول ثمان شهور حتى لتسع شهور حسيت بان ديغراداسيون بنتي بدأت تطرق فيها تراجعت بزاف بدأت تدير ديستيريوتيبي ما كانوش عندها بدأت تراجعت بزاف لون كي حسيت بالليك بنتي مراهيش تتقدم نحيتها وخليتها معايا مالغريكي أنا راني أم عاميلا وخليتها معايا خليتها معايا بنتي شغل خليتها معايا تكفلت بها أنا شخصيا كم بعد كم سيدة ليلة والي زميلة يعني سيتم كونسور سيتم نامي أفضل الله يبارك قاتلت دخلي معنا في الجمعية ندخلوها لك يوكا بروبلم دخلناها في الجمعية ندخلوها لك ندخلوها لك ندخلوها لك بزاف تسقمت يعني ما لقي النقائس ليرانا والعقبات وحتي تقول الحمد لله ولكن أنا كنشوف هكذا تطور مثلا أمكي منتي يعني صحة على المثابرة نتاعك يعني تحوسي دائما تابعي بنتك هل تحسنت درتها في مركز شفتها ما تحسنتش نحيتها عاوتي تلقتي مع مدام والد نخرتي في الجمعية ديتيها القسم خاص وكامل أنا هاد نصيحة نقدمها لقاء الأولياء لازم ما تستهزوش على أولادكم نعم لغالب أولادكم لازم تعطوهم وقتكم وتعطوهم الطاقة متاعكم إذن التشخيص المبكر أنا قبل ما نختم مدابية قلتيني بقبيل أنا شبتيني بعض الأعمال تاع الأطفال مصابين بهذا نجاح الأطفال داخل الأقسام مدابية مدابية أنا هدروع ليهم هذا كراس قسم لطفل توحدي يمارس نشاط يمارس نشاط التقطيط أعمال كراس نظيف جميل 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 يعني قريب جدا للعادي واسمه الكراس هذا هذا اسمه أنيس أنيس بن سليم أنيس بن سليم جميل 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 يمارس نشاط جميل 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 شكرا 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 هو نفس برنامج التربية الوطنية لكن مدعم بالصوار مكيف على حسب الحالة يعني حتى الأطفال في القسم ما يدروش نفس البرنامج كلهم حسب مؤهلاته وقدراته وهذا الطفل بن سليم عنده عشر سنين ولم يتم قبوله ولو في حتى مدرسة ولو أنه يتكلم لأنه عنده توحد مستوى عالي درجة عالية أسبرغر لكن بمجرد ما عنده بعض السلوك شوية مختلفة على الأطفال على الطفل العادي الذي يوجد في صورة البالغين على فكرة كل البالغين يعني فيهم حناية عندنا صورة على الطفل المثالي بمجرد ما نشوفه أنه طفل لا يعني ما يمشيش مع الصورة النموذجية اللي عندنا في رأسنا نرفضوه جميل جميل يعني ودمج عفوا دمج الطفل التوحدي في المدرسة يقدم خدمة حتى الأطفال العاديين لأننا نربي الطفل منذ الصغر على قبول الاختلاف جميل جميل جدا جميل شكرا 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 إذن يا أولياء التشخيص المبكر واتهلوا في أولادكم وإذا كان عندهم بعد شرء ترى بتوحد ولا لازم ترفقوهم ولازم تروحوا للأخي الصعيين وتنخرطوا في الجمعيات إذن إن شاء الله تكون إرادة سياسية وإرادة إدارية باش يكونوا هاد الأقسام المتخصيصة اللي راهم بدوا على بنا باللي راهم يفكروا فيهم احنا نطلبوا منهم شوية الاستعجال لأنهم حالات مستعجلة لأطفالنا لازم يقرأوا لازم يدمجون في هاد الوسط الدراسي إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجنا احنا بوان كوم ولا عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنا احنا سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجري في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكدع إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهولة ولا مدلولة في العب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان